السلام عليكم يا شباب معكم باش منسى ايبادروا ان شاء الله النهاردة اول فيديو معنا بفيديوهات برشة اللوب ديزاين واللي هنبدأ بس النهاردة تبع انترو بسيطة جدا عن الويب ومدخل بسيط للويب ان شاء الله الفيديو وقته مش هيكون طويل فاول حاجة هنبدأ بيها ان احنا نعرف ايه هو الويب اصلي الويب لو احنا شفنا التعريف بتاعه بشكل نظر كده مش هنبقى فاهمين لازم يبقى قدامنا ومربوط في دماغنا حاجة تطبيق عملي او تطبيق احنا بنشوفه وبنستخدمه على طول نربط بيه الكلام اللي هيتقال بحيس ان احنا الكلام اول ما نقول الكلام خلاص دماغنا تروح على طول الحاجة اللي احنا بنشوفها بعينينا فالدنيا تترابط ببعضه فالتطبيق اللي معنا او الويب سايت اللي احنا كلنا بنستخدمه تقريبا كل يوم هو الفيسبوك يعني الفيسبوك ده اصلا ويبسايت بس ما هنبقى على شكل موبايلكيشن فا اول اي حاجة هنقولها دلوقت في الشرح بشكل نظري المفروض الناس بقى ربطها دماغها بين الشرح النظر اللي احنا بنقوله وبين الحاجة اللي هي هتروح تشوفها في الفيسبوك فا اول حاجة بنقرها دلوقت هو التعريف النظر المعقد ده يعني بيقول الويب هو شبكة عن كابوتية عالمية او نظام بيعمل على تربط المستندات ببعضها البعض يعني ايه انا شايفة مثلا ان انا منعي ويبسايت زي الفيسبوك ده فعلا رابط بالناس كتير جدا حولين العالم كله ففعلا شبكة عالمية او هو نظام وفعلا سيستم معين بيربط المستندات والداتا ببعضها يعني انا مثلا عندي اكاونت فانا بالتالي ليه داتا متخزنة على سيرفر فيسبوك حد تاني عنده اكاونت تاني برضو ريداتا تانية ومستندات تانية متخزنة انا قدرت ان انا اربط المستند بتاعي بالمستندات بتاع الاشخاص التانية فخلاص يعني انا كده محقق الشرط ده عندي في الويب سايت بتاع ان انا بشرح عليه دلوقتي اللي هو مثلا الفيسبوك ليه بعمل كده عشان المستخدم اللي هو اي حد هيفتح الموقع بتاعي بعد كده يقدر يشوف المستندات دي هيفتح ازاي مش كل المواقع قدامي معمول لها مثلا امبليكيشن زي الفيسبوك مواقع كتير بدخلها عن طريق متصفح وب يعني فيه موقع كتير باضطر ان انا ادخل لها من كروم مثلا من سفاري من فاير فوكس اي متصفح من المتصفحات ديه عشان اقدر اشوف الداتا الموجودة فيه فكده احنا معنا تعرفنا الويب ان هو شبكة بتربط بين شوية مستندات ببعضها المستندات دي بتتربط ببعضها وتترفع على الموقع الموقع اللي بيترفع لنا ده او بيترفع للمستخدم انا بقدر او المستخدم عوما بقدر اتصفح الموقع ده او المستندات دي او البيانات ديه بدنا نستخدم متصفح معين زي زي ما قلنا زي كروم مثلا او زي فاير فوكس ديه ده تعريف الويب ويعني التعريف النظري ده مش شرط ان احنا نكون دخلين فتعمقات قوي مش شرط نبقى عارفين مثلا الموقع بترفع فين وكده اهم حاجة بس نبقى فاهمين الشكل ممكن يبقى ازاي زي ما قلت دلوقتي ان هو دلوقتي المثال اللي موجود معنا مثلا المثال فيسبوك فاحنا هننسى كل الكلام النظر للمكتوب ده ونركز بس نستحضر في زهننا دلوقتي سورة الفيسبوك بحيث ان احنا لما نشرح اي حاجة دلوقتي نربط دماغنا بينها وبينها بين الشرح وبين التطبيق اللي معنا تاني حاجة هنبص عليها يعني او هنشوفها دلوقتي ايه الفرق بين مصمم مواقع وايه الفرق بين مطور مواقع احنا دايمة بنسمع ويب ديزاير ويب ديفولو بر يعني ايه ويب ديزاين و ايه بيب ديفولو ب اصلا ايه اللي بيعمل كده و مين اللي بيعمل كده او ايه الشغلانا دي و ايه الشغلانا دي انا مثلا دلوقتي زي ما المثال هنا معتوب ان انا عايزة ابني بيت والبيت دي يكون في افراد وناس اسره عايزة اكون اسره مسرحا عادي فانا عشان اكون اسرح طبيعي مش هجيبي الناس الاول اللي هتعيش في البيت واقولهم انتعاملوا مع بعض ازاي وكده لا طبيعي الاول ان انا هابني البيت اعمل اساس للبيت وبعد اما اعمل اساس ابدأ ازبط تصميم البيت الوان البيت دي كرات كل الحاجات دي ازبط البيت الاول وبعد كده ابدأ اشوف الطريقة المثلا اللي الناس هتعيشوا بها جوه اقدر اشوف تعامل الناس مع بعضها جوه بس بعد بعد اما ابدأ تصميم البيت الاول بعد اما اصمم البيت الاول نفس الكلام عندنا في الويب احنا عشان نعمل ويب سايت كويس لازم الاول نصمم الويب نصمم الموقع اللي انا هعمله ده انا لو حد مستخدم او حد يوزر جاي يستخدم الموقع بتاعي وشاف شكل مش حلو شاف تنسيقه مش حلو ساف مسلا الوانه مستفزة لعنه شاف كل الحاجات دي بالتالي هو مش هيدخل الموقع بداية حتى لو انا عندي محتوى كويس فانا اهم حاجة عندي تصميم الموقع يعني بركز قوي على تصميم الموقع اما اركز ايه على شكل الموقع هيبقى عامل ازاي وبعد كده ابدأ افكر في المحتوى ابدأ افكر في تطوير الموقع فهي ديت الفكرة الفرق بين التصميم والتطوير التصميم بيجي الاول ان انا بركز عالشكل لكن التطوير ده جزء برمجي احنا هنتكلم عنه في الاخر في اخر الورشة خالص بس دلوقتي هنبقى مركزين اكتر على جزء التصميم فهنبدأ الاول نتكلم دلوقتي عن جزء تصميم التصميم وهننسى جزء التطوير ده خالص التصميم طبعا عشان احنا نعمل اي حاجة عشان نصمم موقع وب كويس وشكله كويس ومقبول بالنسبة لليوزر وقدر ان انا يعني اطلح حاجة كويسة لازم ابقى متعلمها شوية حاجات الحاجات اللي انا المفروضة ابقى متعلمهاها ديت يعني هم مش حاجات كتيرة ولا حاجات صعبة هم حاجات كلها سهلة ان شاء الله يعني اول حاجة اتعلمها هي ال HTML يعني حاجات CSS ثلاث حاجة ديت اللي هي تطوير من الحاجة الاولانية HTML5 ده تطوير من ال HTML CSS3 ده تطوير من ال CSS رابح حاجة معانا اللي هي الجافا سكريبت الحاجة الاخيرة عندنا بوت استراب كل حاجة هنتكلم فيه في وقته يعني اول لما نجي نشرح HTML هنبدأ HTML وهنقول كل فاق كل حاجة فيه نجي نتكلم على CSS نفس الكلام وهكذا يعني ما حاجةش يسبق القويات كده كل حاجة ان شاء الله هنشرحها في وقته زي ما قلنا بقى كده HTML هي يعني اول حاجة المفهول نتعلمها عشان نبقى web designer كويسين هي حاجة مهمة جدا لازم نستخدمها ما ينفعش اصلا لان ابدأ ابني موقع من غير ما اعمل كود HTML لازم اعمل كود HTML وابدأ بقى احط في اي حاجة كأنه كود HTML ده هو القلب ان انا احط في كل حاجة هو الاساس فبالتالي اله تيميل ده ل حاجة مهمة جدا هي حاجة بسيطة جدا بس حاجة مهمة جدا منفعش ان انا ابني موقع بتاعي من غير مكتب الاول صفحة اله تيميل طبعا فيه ناس كتير بيتعلم HTML وخلاص بقى يعني انا بقيت مبرمج و고بتاع لاء حتى اقولكم دلوقت إن sos html ما هيش لغة برمجة ده لغة بس لغة توصيف للموقع لغة أنا ببنى بها الموقع بتاعي زي ما الكلام مكتوب هي مش لغة برمجة بس بّ أنا ببنى بها موقع الوب ليه؟ علشان مسلا عيز أحط صورة في الموقع بتاعي عايز أحط نص، عايز أحط حاجة فالحاجات لازم يبقى لها مكان يتحط فيه المكان اللي أنا أحط الصورة والنص ولك الحاجات اللي أنا أحطها في الموقع المكان ده هو html يعني صفحة H TML هي المكان اللي بيحتوي على الصور والنصوص وهي المكان اللي بيحتوي على كل حدا أنا بقدر حطة في الموقع بتاعي يعني هي ما لهاش أي علاقة بالبرمجة ما لهاش لا علاقة بالبرمجة عموماً ولا لها علاقة بتطويريتها الموقع اللي أنا باستخدمتها لكن ليس اوه أنا لم يعرف Ониشئ موقع أصلي يعني لازم Wade없 true لاشان ابني موقع لازم H TML كأن هي الطوب اللي أنا هابني بالموقع بتاعي طبعاً يعني أي لغة موجودة عموماً بيبقى لها تحديث بيبقى لها تطوير لغة HTML دي لها تحديثات كتير اهمهم اهم تحديثهم عن HTML5 و HTML4 التحديث اللي احنا وصلنا له اخر حاجة خالص هو HTML5 وده ان شاء الله هنشرحه في اخر ورشة HTML لكن الاول حاجة هنبدأ نشرحها هو HTML4 عشان هو ده الاساس اللي كل المطورين بيشتغلوا به HTML4 ولو عايزين حاجة من HTML5 بيحطوها كتطوير للموقع بتاعنا لكن الاساس بتاعنا اللي هنشرحه في الاول خالص هو HTML5 democracy له نظرة لغة HTML لغة HTML سي اي لغة موجودة من اللغات اللي عندنا سواء كتلغة برمجة او مش برمجة مثلا عند اللغة العربية لها طريقة كتابة من الغ تلغة الإنجليزي غير rasp لو فيه ناس خادة جوافا طريقة كتابة للجوافا فبالتالي طريقة كتابة اي لغة اسمها السنطكس باللغة لماذا فر neither we are in their country ونعرف نكتبه كويس قوي بس مع التضوية العامل يعني نحاول بس نتخطى الحتة دي ونعرف ان طريقة الكتاب اسمها Syntax بتاع HTML بس هنكتبها اول ما لجي نكتب كود ان شاء الله هو اللي هو ان شاء الله في نفس الفيديو ده بس عايز اوضح حاجة تانية في لغة HTML او في Syntax بتاع HTML اي لغة لها عناصر اساسية مقدرش هكتبها من لغة ده يعني مثلا انا معي انجليزي مقدرش هكتب انجليزي من غير اي بي مال هكتب ايه اصلا معي عربي مقدرش هكتب من غير الفيه كده اللغة مفياش حاجه اصلا هتبقى فاضي بالتالي اللغة HTML نفس الكلام انا مثلا معي عايز اكتب كود HTML اكتبه ازاي اكتبه من خلال التاج حاجة اسمها التاج او حاجة اسمها الواسم الواسم او التاج ده العنصر الاساسي لل HTML انا مثلا عايز احط صورة عايز احط صورة في الموقع بتاعه احط الصورة دي ازاي هحط صورة كده وخلاص طبعا مش هيفهمها الجهاز مش هيفهمها ولا يقدر يفسرها ولا يقدر يزهر لي صورة في الموقع بتاعي لازم اخدوا الصورة ديت احطها جوه تاج او جوه وسم عشان التاج او الواسم ده هو اللي بيخلي الجهاز يفسر ان الكلام المكتوب ده صورة فيطلع على الموقع بتاعي صورة تمام كده؟ مفروض ان التاج ده هو الحاجة اللي انا بكتب جوه العنصر يعني كل تاج بكتبه بيعبر عن عنصر شكلي يعني كل تاج هو بيدل على عنصر مختلف عن التاج اللي قبل فبالتالي انا عشان اظهر اي عنصر عندي في صفحة الويب لازم ان عنصر داي وامحطوط جوه تاج في قوت الهتش تيميل طب انا عملا بقول انا هكتب تاجات وهكتب اكواد طب انا هكتب الكلام ده فين ما ينفعش مثلا اروا حاجة التاج اتش تيميل على باوربويند زي ده مثلا او على برنامج وورد لازم يكون ليه محرر او برنامج بتكتب في لغة الهتش تيميل برنامج ده والادوتور بتاعنا ده معانا اكتر من حاجة بس الحاجة اللي احنا نشتغل بيها حاجة اسمها فيشوال استوديو هوريكو شكل البرنامج وتسطبوه ان شاء الله نشتغل عليه هو ده الفيجوال استوديو اللي احنا نشتغل عليه ان شاء الله نستطبه من على كروم او ممكن نبقى نبعت لنك تسطيبه عادي هو سهل جدا في استخدامه وسهل جدا في تسطيبه فكده خلاص بالنسبة للإديتور فاحنا عرفنا نستخدم ايه وعرفنا هننزله من ايه انا ليه اصلا بستخدم إديتور يعني ليه بستخدم برنامج معين انا ممكن استخدم برنامج يعني اللي مخلن ان انا عندي اكتر من إديتور اللي بيميزهم عن بعض انا مثلا عندي error في الكود في برنامج ببيني error وفي برنامج ما بيبينش error فانا بستخدم من إديتور اللي يبيني error عشان يسهل للدنيا شوية مثلا في برنامج بيلولني الكود بيخلي الكود ملون الوان كده كويسة فانا بالتالي ده مريح لعيني اكتر ان انا اقدر اميز العناصر عن بعضه ملايه كل عنصر متلوم بشكلي بقى انا خلاص كده اقدر اميز العناصر ببعده فعشان كده المحررات او الإديتورس بتساعدني ان انا اكتب الكود كويس عشان بتنبهني مثلا لو عندي خطأ في الكود بتاعي بتحطيلي ألوان بتسهل علي قراءة الكود بعد كده وبتسهل علي فيهم الكود اصلا فدلوقت احنا المفروض يعني عرفنا ان في حاجه اسمه HTML وفي لها طريق كتابه وفي حاجه بتنضف جوه كود اسمها تاج وعرفنا الكود ده بيتكتب ازاي بس اصلا ما عرفناش احنا هنطلع ايه في الاخر يعني ماشي احنا كتبنا كود HTML كتبنا كود CSS ايش شكل النهائي اللي هيطلع معنا نهوريكو بس دلوقتي حاجه المفروض ان انتو بعد اما تخلصوا HTML و CSS تصلىوا حاجه زيه المفروض ان الموقع ده قدامنا هو شايفين الموقع في كلام نصوص عناوين في صورة رجعنا تاني في صورة في شغل كويس جدا في الموقع الناس هتعرف كل الحاجات دي وان شاء الله بعد الورشة الديزاين بس او انو يخلص الناس هتقدر تطلع حاجه زي كده حاجه زي كده محترمة جدا يعني فان شاء الله الناس بس ما تقلقش والدنيا كلها تبقى متزبطة فكده احنا احنا اعتبر عملنا كل حاجه بس لسه ما كانتناش اصلا حقيقية مفروض ان انا بعمل ملف اتش تيم الفين ملف اتش تيم اللي انا عملته ده مفروض ان الخطوة الجاية عندنا ان احنا هنعمل create index او ان احنا هنعمل ملف اتش تيم الجريت انا عمالة بقول ان انا بكتب اتش تيم الكود فالكود ده كتابة يعني نص فالمفروض ان الاتش تيم الملفه ملف نص عادي مستند نص عادي بس بامتداد امتداد يعني ايه امتداد امتداد يعني مثلا انا بكتب الفيديو الفيديو بتاعي بقى فيديو dot mp4 الريكورد مثلا record mp3 فكل حاجه بقى بعدها dot وامتداد عشان الجهاز بتاعي يقدر يفهمها عشان يقدر يشغلها لي على حسب الامتداد المكتوب ده انا لو عملت سميت مثلا الكود بتاعي او الملف الاتش تيم البتاعي مثلا uh index زي ما انا كنتم هنا اعملت dot t么 هيتعامل مع انا تكست عملت dot jpg مثلا او امتداد سوره هيتعامل مع صوره فانا لازم احدد له الامتداد بتاعه عشان يتعامل معك انه ملف html ف الامتداد ده هو.html عادي جدا يعني فالمفروض ان انا دلوقتي هنقريت ملف html او هنقريت index يعني ب html اه دلوقت بقى خلاص احنا معانا فولدر فاضي عادي في نيو فولدر بتاعنا بس نكبرها الشاشة شوية هنعمل نيو تاني فولدر جديد سايفين في عندنا اوبشن كده في الاخر اسمه تيكست دوكومنت لان انا اصلا اينا كود الهتش تيميل او ملف الهتش تيميل ده اصلا ملف نص فاحنا ماشي هنختار ان احنا عايزين تيكست دوكومنت هنغير اسمه خليه انديكس نغير نوع او الامتداد بتاعه زي ما قلنا انه هنخليه اتش تيميل دوت اتش تيميل دوت اتش تيميل دوت اتش تيميل طبعا هاي ان انا بغير الامتداد بتاعه فبيقول ان فيه ايرو بس انا بقوله ما ايشي انا عاوز ان انا نغير الامتداد بتاعه هنلاحظ ان هو هنا يعني لقى غيرنا الايكونة بتاعه بعد اما كانت صفحه كده بقت ايكونة الكروم عادية لانه اصلا ميفتح على فولد فانا اعمل كليك يمين بختار اوبن ويز عادي فاشوف انا عندي يعني اختيارات كتيرة جدا في اوبن ويز دي فانا مش عايزة منها غير حاجتين بس اول حاجة مشان اقلنا اصلا في تعريف الويب من الاول خالص انه عشان المستخدم يوصل للموقع بتاعي لازم بيفتحه من على متصفح ويب متصفح اللي هو هيفتحه من عليه هو جوجل كروم عشان هو اكتر حاجة مدعمة الايام دي فخلاص فتحنا جوجل كروم عادي اسم الموقع بتاعه بس ما فوش اي حاجة فاضي لسه خالص هو لان لسه ما كتبتش اي كود اروح انا بقى تاني للملف بتاعي اللي انا عايزة اكتب كود بقى فانا عايزة افتح الصفحة دي بالمحرر او بالبرنامج اللي انا هكتب بي كود لما اعمل اوبن ويز هو هيجيب لي الاوبشنز دي اصلا موجودة او منها الفيجوال استوديو اللي انا عايزة اشتغل بيه فاختاره هيفتح لي على صفحة الفيجوال على طول دلوقتي خلاص هو ده شكل الفيجوال بتاعي اول ما ابدأ فيه شغل اول ما ابدأ اول ما ابدأ بتبقى الصفحة بالشكل ده هنبدأ بقى نقول دلوقتي طريقي الكتاب عاملة ازاي والمفروض ايه الاكواد اللي احنا بنكتبها جوه عشان نبدأ نبنى الموقع بتاعي نروح بس لده او قلاص كتال الموضوع ده خلاص ان احنا بدأنا بنكرية انكس ازاي عرفنا ان احنا بنعمل ملف بيكون ملف نصي وبنغير الامتداد بتاعه الHTML ونعرف ان احنا غير نصح ازاي ان هو هيغير معنا يبقى شكل الايكونة بالشكل ده نروح بنفتح الايكونة من حاجتين بنعمل اوبن ويس وبنفتح مرة من على فيجوال استوديو عشان نروح للارضية اللي هنكتب فيها الكود ومرة تانية من على جوجل كروم عشان نبقى بقى شايفين نتيجة الكود بتاعكنا ده هتبقى عاملة ازاي خلاص بقى عندنا قلنا ان كل موقع عندنا مليان عناصر موقع زي اللي احنا فتحنا من شوية موقع زي اللي موجود قدامنا ده موقع زي موقع زي موقع الفيسبوك كل الموقع دي فيها عناصر عناصر دي عناصر اتش تيم ال زي مثلا لو بصنا هنا في الموقع ده هنلاقي كلمة عنوان هنا اسمه كدي دي مثلا هنلاقي هنا قيمة دي قيمة هنلاقي صورة هنلاقي عنوان تاني هنلاقي نص تاني هنلاقي حاجات كترة جدا موجودة جوه الموقع يعني الحاجات دي موجودة في اي موقع نفتحه هنلاقي في الحاجات دي فبالتالي ديت عناصر موجودة في الاتش تيم ال ان احنا قلنا اي حاجة ظهرة في الموقع بتاعنا لازم تبقى مكتوبة جوه الاتش تيم ال واي حاجة بتكتب جوه الاتش تيم ال احنا اكدنا فوق ان هي بتكتب في حاجة اسمها واسمة او في حاجة اسمها تاج فبالتالي اي عنصر من العناصر اللي احنا شايفينها في الموقع ده او شفناها في مواقع قبل كده دي عنصر او عناصر من عناصر ال HTML دي عناصر HTML زي ما قلنا بقى فوق ان عناصر ال HTML دي تم مفروض كل عنصر بيتكتب كوه تاج بيتكتب كوه الكود بتاعنا عشان نزهر برا في الموقع بتاعنا فاحنا التاج بقى بتاعنا او طريق كتابة التاج او بمعنى اكبر ال syntax بتاع ال HTML بينا زي ما هي بينا في الصورة كده دلوقتي ان هو المفروض ان انا بعمل اعلامة اكبر مني بكتب فيها اسم ال element بتاعي او اسم العنصر اللي انا عايزة احطه او اسم التاج بتاعي بقى في ال element ده بعلامة اقل من بقى وافتح تاني نفس الحاجة نفس اللي انا كتبته في الاول بكتبه تاني بس بحطي قبل الاسم ال element slash كده فانا كده عملت فتحة للعنصر بتاعي وقفلة للعنصر بتاعي في عناصر بتحتاج فتحة وقفلة في عناصر تانية لا انا هفتح وقفل في نفس التاج عادي يعني في عنده عنصر لازم اعمله فتحة اعمله open tag و اعمله closing tag في عنصر تاني لا هو تاج واحد بس بتكتب فيه وخلاص هنعرف طبعا بعد كده ايه العناصر اللي بتحتاج open tag و closing tag وهنعرف بعد كده ايه العناصر اللي بتكتب في تاج واحد بس احنا دلوقتي بها عايزين نعرف ايه هي اهم عناصر الهتمل يعني ايه هي العناصر المهمة جدا في الهتمل او في لغة الهتمل العنصر اللي انا لو ما كتبتهوش مش هيشتغل اصلا معي طبيعي انا عايز اكتب صفحة الهتمل يبقى لازم اعرفه ان الصفحة دي اتش تيمل اعرفه ازاي احنا نروح الكود ونبدأ على طور نجرب الكود احنا زي ما قلنا نبدأ نعمل علامة اكبر منه نكتب اتش تيم ال ليه عشان انا خلاص عايزة اقبني صفحة اتش تيم ال شفتو انا الادوتور بتاعي مزدو ايه تاني هوريكو الحركة اللي حصلت مفروض دلوقتي انا كتبت اتش تيم ال بس عملت الاصغر من هو كميلي الوحده هو فاهم ان الاتش تيم ال ديت عنصر لي افل اصلي فكملهو الوحده من غير ما انا كمي الكتابه فدي ات مزة الادوتور ان هو بيكميلي كميلي وحده يعني هو بيوفر عليها وقت كتير كده انا خلاص عملت الاتش تيم ال وقفلتها كده انا اعملت القالب بتاعي اللي انا هبدأ اشتغل فيه بدأت الصفحة بتاعت اللي انا هبدأ فيها كتابه كده اول عنصر من العناصر الاساسية الموجودة معايا روح تاني نشوف تاني عنصر هو ايه تاني عنصر معانا موجود هو الهد الهد ده يعني ده برضه تاج منتجات الاتش تيم ال من اسمه اصلا يعني بين هد يعني عنوان او حاجة رئيسية فانا بكتب كتبت حرف اله وكميلي على طول قبل الهد فقفلت لو اعمل بس القفلة الاخيرة هو كميلي لوحده عشان هو فاهم لوحده الهد ده يعني العنوان انا هنكتب حاجة حاجة تاني جوه الهد اسمه title برضه قفله هيقفل لوحده التايتل والهد دولت بيظهروا فين؟ انا هروح افتح المتصفح بتاعي او كروم عندي شايفين الحتة اللي فوق دي؟ الحتة اللي فوق اللي انا مشاور عليها دي؟ مفروض كلمة index اللي ظهرة فوق دي؟ ده عنوان او اسم الصفحة اللي انا بكتبه طالما ما كتبتش title خلاص هيزهر بالاسم اللي انا مسميه بي عادي اروح انا دلوقتي اي غير التايتل اللي انا كتباه اروح الي الكود بتاعي اكتب اي حاجة مسلاً نجوه التايتل او اي حاجة وعملت Ctrl S بعمل Ctrl S عشان اسأيب او اعمل save اللي انا حفسته اعرف ان انا اعمل save ازاي؟ لما لاي شايفين العلام البيده اللي هنا دي؟ العلام البيده اللي هنا دي؟ معناة ان الفايل ده مش محفوظ خلاص لكن هنا طالما فيش هنا العلام البيده دي بقى الفايل بتاعي محفوظ اروح على الموقع بتاعي أو على الصفحة بتاعتي اعمل علامة الرفرش دي واعمل RELOAT شايفين إ wszystkich حصل فيagement اللي حصل فيkov إن الصفحة بتاعتي إسمات غير خلاص بقي الإسم اللي لو حدوقفنا كده عليها go هيظهر الاسم اللي أنا كتبته في الت transformed فكده أنا بعرفت أهمية التاهتل بتاع إيه أهمية التاهتل بتاعي اللي موجود دي الله tag اسمه tag الهد ده اسم التالي اللي بيظهرلي في الشريط الأبيض اللي انا ببحث بيبل في المتصفح يعني الشروط الابيض اللي بظاهر في متصفح الويب الاسم ده هو الاسم الموجود اللي بتكتب داخل التايتل طبعا هنفهم بعد كده يعني انا ليه كتبت الحتة دي هنا ليه ما كتبتاش مثلا جوه الموضوع ده كله هنفهمه في المرات الجاية فكده انا كتبت حكتب مهمين جدا او تلت حاجات مهمة جدا من التاجات بتاع الهتمال تاج الهتمال نفسه التاج الموجود معانا بتاع الاشتراك اللي هو اصلا القلب نفسه اللي انا بكتبه زي ما قلنا تالي حاجة تاج الهدو التايتل ضمت المسئولين عن اسم الصفحة اللي بيظهر في الشريط الابيض في الشريط البحث في المتصفح تالت حاجة معانا اهم تالت حاجة بقى معانا تاج الباضي انا خلاص كتبت بانية الصفحة عايزة بقى الحتة اللي هتظهر لي بقى الحتة دلوقتي مفيش حاجة ظهرتلي في الكود بتاع لسه الشاشة تاني او لسه الشاشة بيده مفيش اي حاجة ظهر الحاجة بقى اللي بتظهرلي او اللي بتخلي اي حاجة بكتبها في الكود تظهر الي 조 برضو هيبقى ismir هنروح للكود بتاعنا بتاهم بيكملي الوحده ولاppas بس أنا لو كتبت أي شيء في البيض طبعاً أنا بعمله دا غلط لكن أنا عايز أريدك أن أراك أنه لو كتبت أي شيء فيه في البيض هي دي بقى هتبدأ تظهر لي في الصورة أو في الموقع بتاعي اقوم بإمكانك ريلود شاهدين الكلام؟ الكلام ظهر هنا كده بقى أي شيء أضعه داخل البيض بتاعي أو أي عنصر أضعه في البيض بتاعي ده كده هيبدأ يظهر معي أنا مثلاً هعمل عنصر النهاردة يعني هنتخطر أنا هعمله أنا والمرة الجاية هنبدأ بقى نشرح بتفاصيل اكتر هعمل مثلا اتش واحد ده عنوان عندنا واكتب جواه اي حاجة مثلا اي حاجة بقى اي حاجة بقى واعمل الريلود سيبه بعدين انا الريلود وبس بريلود مع نفسه شايفين؟ ظهر معي طبعا ده عشان انا مكبر الشاشة ظهر معي اللي انا كتبته جواه كده ظهر معي كهيدر عادي كعنوان عادي جواه الموقع بتاعي كده انا فهمت ان اي حاجة بحطها جواه البادي بتاعي بتظهر معي في الموقع كده بقى نكون خلصنا النهار ده الجزء اللي احنا المفروض نشرحه وعرفنا اهم شوية حاجات اللي هم تاجل بادي طبعا اهم حاجة تاجل بادي طبعا عرفنا تاجل اتش تيم المهم جدا لازم نكتبه عشان الصفحة اصلا تتكون معنا بتاعي الهيدو التايتل دول عرفنا ان هما بزهروا في شريط البحث عندنا اا تاجل بادي ده اللي بكتب في كل حاجة عايزة ظهرها عندي في الموقع اي حاجة عايزة ظهرها عندي في الموقع بكتبها في تاجل بادي فدول كانوا اهم تلات يعني اهم نقطة معنا هي النقطة دي كمان في نقطة مهمة جدا ازاي اعمل ملف اتش تيم ايل اصلا وازي يفتحه على كروم وازي يفتحه على فيجول استوديو او ازاي يفتحوا على المحرر اللي انا شغالها علي النهاردة المعلومات النظري فالناس ممكن تحس بالملل شوية لكن ان شاء الله من المرات الجاية هيبدأ التطبيق العملي والتسكات والشغل الكويس يعني وان شاء الله في نهاية البرشة تكونوا مطبقين كويس تطبيق كويس ومطلعين شغل كويس ان شاء الله في الاخر